براعم كويتية في عمر الزهور مثلوا دولة الكويت أحسن تمثيل في دورة الألعاب الشتوية الأولى للأطفال بسخالين الروسية نحن سعداء اليوم بتكريم أبطال براعم الكويت اللي مشاركتهم أول أولمبيات الشتوية للأطفال رفع العلم حداته في هذا التجمع الكبير يعني وسام فخر على صدورنا وضعوا لنا براعم الكويت أول فريق عربي يشارك في لعبة هوك الجليد وفي لعبة السبيد اللي هي لعبة السرعة وفي لعبة الفيقر سكيت اللي هي الاستعراض عن الجليد لاعبين كويتين راح يسجل التاريخ هذا الانجاز باسم دولة الكويت يالله وفقنا وشاركنا بثلاث لعبات بالبطولة هذه شاركنا بالفيقر سكيت وشاركنا بمتخب الهوكي الشباب الصغار وشاركنا بفريق السبيد من اللعبين والحمد لله وفقنا إن شاء الله وإحنا مو الدولة العربية الوحيدة اللي مشاركة شاركت لردن والإمارات وسوريا بس شاركوا كل دولة بلعبة واحدة فالدولة الوحيدة اللي شاركت بثلاث لعبات اللي هي الكويت شاركنا بأول أولمبيات الألعاب الشتوية للأطفال كانت بطولة وايت حلوة ما حالفنا الحظ وفزنا بس كافي إننا إحنا شاركنا ورفعنا على مديرتنا بمحفل رياضي دولي كبير وهذا يعتبر يعني البطولة تعتبر أول بطولة من نوعها أول ألمبيات الأطفال فكافي إننا نرفع على مديرتنا ثلاث ألعاب شارك بها لعب نادي الألعاب الشتوية الكويتية وهي الهوكي والفيقر ولعبة سبيد البطولة كانت صعبة ومنافستها كانت غوية بس الحمد لله رحنا ويعني اتعلمنا نيو إكسبرينس وردينا هم شي سويت أني رفعت سمديرتي وعلى مديرتي وسويت إنجاز الحمد لله وأشكر ديرتي حق الدعم اللي يقدموا لنا هناك بالبطولة وكان دعم جميل وكانت بطولة جميلة وكل كبات اللي يسافروا معنا ما قصروا والشباب واننا ما خلوا عينا ولا قاصر ونحن نروح نرفع اسم الكويت ونرجع ونحن بس صلنا ثلاثة سابع نتمرن والشباب ما قصروا يعني كل واحد يساوي اللي عليه الفريق الكويتي برغمة قوات المنافسة من المنتخبات المشاركة إلا أنه تمكن من تحقيق إنجاز باعتبارها أول بلد عربي يرفع عالمه في لعبة سبيد في هذه البطولة أسماء السعدني تلفزيون دولة الكويت